اشتركوا في القناة المعدنوس بالدرجة المغربية البقدونس مفروم بهذا الشكل من الافضل ان تجففوه يعني يكون مغسول جاف بعد ذلك تقوم بتقطعه الى قطع صغيرة يعني مفروم فرما ناعما نحتاج الى كوبين من البقدونس هنا يفضل القياسات ان تكون بنفس الكوب يعني نحتاج هنا الى كوب استخدموا كأس او كوب او اي شيء المهم ان تكون نفس القياسات لجميع المكونات كوبين من البقدونس سوف نحتاج الى البرغل وهو اساسي ايضا في التبولة نصف كوب من البرغل انا نقعته في القليل من الماء لكن اذا اردتم ان تقدموا السلطة في حينها لكن يمكنكم ان تستخدموا برغل جاف لكن تتركوه مع الطماطم وتنقعوه مع باقي المكونات قبل اضافة الحامض وكذلك زيت الزيتون هذه هي علبة البرغل يباعف محلات تجارية الكبرى وسوف نحتاج ايضا الى النعناع نحتاج الى نصف كوب من النعناع وسوف نحتاج الى البصل الاخضر مع البصل الابيض على حسب الرغبة نحتاج الى حبة من البصل لدي الطماطم ثلاث حبات من الطماطم مقطعة مكعبات ملح وفلفل اسود لدي هنا زيت الزيتون ربع كوب من الزيت الزيتون وربع كوب من عصير الحامض او الليمون بالنسبة للطماطم سوف تستخدموها بالقشر تزيل فقط الجهة الخضراء وبعد ذلك تقوم بتقطيعها الى مربعات صغيرة وهنا سوف اضيف البرغل كما قلت يمكنكم استخدام البرغل غير منقوع لكن يفضليني ان يترك مع الخليط تقريبا نصف ساعة ربع ساعة سوف ينتفخ الواحدة من الماء الذي سوف تفرزه الطماطم سراحة سهلة سريعة التحضير فقط تحتاج الى وقت في تقطيع جميع المكونات وسوف نخلطها حضرت الوصفة بمعية ابن خالتي حنان بن دكون اوجه لها تحية هي متزوجة من شخص فلسطيني من لبناني اصل فلسطيني واني اخذت الوصفة منه فحاولنا تطبيقها بحذف رهاني كما تحضرها هي مع زوجها مهم جدا يعني القياسات هنا للنعناع ايضا للطماطم مع البخدونس هنا اعطتني يعني فكرة ان اضيف يعني كيميا اخرى من الطماطم يعني نضيف هنا على حسب يعني اللون يعني تكون تبول يعني محددة بشكل دقيق حتى نحصل يعني على الخليط بشكل جيد هنا سوف نضيف الملح فلفل اسود عسير الحامض وكذلك زيت زيتون مكونات صراحة صحية ومنعشة تصلح للفصل للصيف تعرف تبول يعني في بلاد الشام يعني يقصد بلاد الشام الاردن سوريا لبنان فلسطين جميع هاد البلدان تسمى يعني بلاد الشام معروفة ايضا يعني في الدومينيكان وايضا برازيل تحت اسم تي بيلي نظرا يعني الوجود مهاجرين كثرة يعني من هذه المنطقة يعني من بلاد الشام وقدموها يمكنكم تركوها فقط يعني دقائق معدودة يعني دائما سلصة يعني الحامض مع زيت زيتون يعني اضيفوه يعني عند مرحلة تقديم يعني التبولة كاخر مرحلة او يمكنكم يعني وضع جميع هذ المكونات لكن تضعوا يعني البرغل يكون جاف بالنسبة لمن لا يعطر على البرغل يعني هنا في المغرب يمكنكم استخدام يعني القمح ايبلي او اي نوع اخر هناك ايضا منتوج يسمى بهربل يعني بدرجة المغربية ايضا يمكن تعويض البرغل بهذا الهربل يعني يمكنكم ان تسأل البقال عن هذا نوع من الحبوب وهذا وشكلها النهائي اتمنى ان تنال اعجابكم ان تدرك العدد تطبيقات على مجموعة في الفيسبوك مجموعة مرين بركات وصديقاتها اشكركم على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله